أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة استثنائية أخرى عن تاريخ الأمازيغ حلقة عنا بشخصية البروني سليمان اليوم بنا مستمر في الكرونولوجيا بس حبيت نجاوب عليه ثلاثة قضايا مهمة أولاً حبيت ننبه أن استمريت في التسلسل اللي في سردي عن البروني درجت على المسلسل متاع الزعيمان لأنني قمت بهذه السلسلة على غرارها يعني كل ما أريده هو دعم أو تصويب لما ورد به ربما ما ننبهش مباشرة ولكن هذا هو المقصد الأساسي فهذا خل بعض الأصدقاء يتوهم أنني مثلاً نسرد وعندي انتقائية في السرد والآخره أبداً اللي نذكر فيه فقط لما كان البروني عنده حاجة عنده فيها دور مباشر فلو ما ذكرتش موضوع وتغضيت عن موضوع آخر غالباً لأن الدور البروني فيه كان دور ثانوي فالهذا زي ما قلت دائماً هو متابعة المسلسل في اللحظات الكبرى المتعلقة بالبروني فأهنيب حان اضطر نولي شوية لتغطية بعض اللحظات ليرى بعض المتابعين أنه من المهم تغطيتها وأنا شخصياً أنزل عند رغبة صديقي العزيز أنور بسكال زي ما تعرفوا يعني دور زوارة والبروني حضر في زوارة ولكن دورة كان جداً تانوي وحضورة زي ما بنشوفه لم يكن لغرض الجهاد وحضور هذه المعارك وإنما كان مصادفة كان لغرض آخر ماشي هو للعسة لغرض آخر فصادف أن حدثت أحداث كبرى في حدث الإنزال في جزيرة فروة يوم 11 بريل اللي هو 1912 طبعاً العملية هذه متع لزلة الفروة أخذت أيام 11 12 13 و 14 وطبعاً خلال الإنزال يوم 12 بعتوا جزء من جنودهم لبوكماش طبعاً فروة باش تسهل عليهم عملية العودة والاقتراب من الأسطول المتاعهم بوكماش لأنه كان في حصن تركي والمجاهدين طبعاً يعرفوا بهذا المخطط فمشوا جمعوا حول الحصن ودافوا عليه وصار فيه كر وفر طويل ومعارك وحاجات زي هادي مهمات يوم 13 بريل يوم 22 ويوم 23 والطليان مستقرواش بوكماش بالطريقة اللي هنحن نتصوروا فيها لعن شهر يونيو من نفس العام طبعاً في شهر يونيو ونجاهم الدعم جديد وقوة موشات جديدة وهن يتوجهوا للشرق على ما نقولوا الدعم وموشات ولا عددهم حسب الروايات بل ترجمة حقيقة من الروايات الإيطالية نفسها للتليسي في معركة الجهاد أظن زمانة وكذا حوالي 45 ألف وإن كان يشكك البعض في هذا العدد لأن المشاركة في معركة سيدي سعيد كانت تقريباً 13 ألف وحاجة زيكية لكن اللي كانوا مجتمعين فيه واللي جووا لفروة كانوا 45 ألف ما بين الطليان والأحباش بعدين لما جوهدوا توجهوا للشرق لغرض السيطرة على زوارة لماذا زوارة؟ لأن السيطرة عليها هي سيطرة على الغرب الليبي وغلق الحدود في وجه الدعم اللي كان يجي للمجاهدين والحاجات هذه كلها بعدين بيجوها في وقتها المهم فكانت صار ثلاثة معارك لأجل السيطرة على مدينة زوارة أشهرها طبعاً معركة سيدي سعيد ولكن كانت فيه معركة سيدي علي ومعركة سيدي عبدالصمد وطبعاً معركة سيدي سعيدة وأنا غنى عليها الفنان اللي بالقدير عبدالله عشريني باللغة الأمل الزيغية وفعلاً معركة سيدي سعيد معركة ملعامية وكبيرة بكل معنى الكلمة كلم عليها الكثيرين كتبت عاولها أشعار بالعربية والعمزغية استمرت لثلاثة أيام اليوم ستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين يونيو 1912 وتوقفت في يوم ثمانية وعشرين لما سيطرت طليانة عليه التلة المعروفة باسم الولي الصالح سيدي سعيد اللي هو المهم ما نقولها ثلاثة عن معارك زوارة وسيدي سعيد واللي تعتبر من أعظم معارك كما قلت اللي خالدها المجاهدين في الساحل الغربي في ليبيا بقيادة سلطان بن شعبان القيادة ما كانت للبروني كانت لسلطان بن شعبان ضد الإيطاليين حيث تناقت الأخبار أن الإيطاليين زي ما قلت حشدوا لها 45 ألف جندي بين إيطالي وحبجي ومن جهة المجاهدين الليبيين تنادى أهالي المنطقة الغربية من زوارة وكان عدهم هو الأكبر أظن سبعمائة وخمسين تمائة وخمسين حجزة هكي ويالي لديهم مجاهدي زاوية من ناحية العدد تقريبا زاوية حتى هما ستمائة سامحوني راهو أغلب اللي ندير فيها ندير فيه من الذاكرة ونتذكر كذلك أنه لوت والنوايل والصعان والرحبات والعلالقة والعجيلات والزنتان والزنتان كانت تقريبا عددهم 60 أو حاجة زي هكي بس فبدأت المعركة بالضرب عليه إيمي الواد إيمي الواد أو فم الواد يوم 26 أو إيمي نسوف يوم 26 يونيو وتم فيها قصف تيفرداس النساسي بعدين جيت بعدها تيفرداس المنصور وتنقلت المعركة لثلاث المنصور أو ظهرت منصور وبعدين تنقلت آخر يوم لمنطقة تخسيم وانتهت بسيطرة الإيطاليين زي ما نعرفه المتفوقة في العدد والعدة على الهضبة لتعلن تفوقها على المجاهدين حقيقة قبل ما يصل ويسيطر على هذه الهضبة سبقتها حرب جدا عنيفة لم يتعود عليه إيطاليين أبدا من قبل وكان زي ما قلنا سلطان بن شعبان وهو صديق مقرب من الباروني وتحدث عنه الباروني في أكتر من المناسبة وأثنى عليه واستشهد هذا سلطان بن شعبان فيما بعد وسلطان هذا حالة مهمة لإشادة به لأنه يرجع لأسرة ثالية ترك كل شيء خلفه دفاعا عن الوطن وفعلا استشهد في معركة بوعجيلة اللي حنجوها لاحقا سنة 1917 فطيب بعد المعركة هذه متع سيدي بوسعيد باش ما نطولش وخر المجاهدين ستة كيلو التالي وتحصنوا في سيد علي وهي أقرب منطقة محصنة دفاع عن زوارة حوالي زي ما قلت 6 كيلو متر من سيدي سعيد وفعلا صار فيه اشتباك مع الطليان في سيد علي يوم 14 يوليو وبعد انتصار الطليان احتل زوارة يوم 16 غسطس 1912 طبعا استمادت الطليان على الغرب الليبي هو للسيطرة على خطوط الإمداد زي ما قلنا متاع المجاهدين وهذا السبب اللي يخلي الباروني يجي لعند العسة باش ياخذ الخرطوش الآخرين الباروني زي ما قلت في المعركة هادي كان جاهل مهمة سرية وهي انزال الدخيرة اللي وصلتهم من تركيا محملة في سفينة وطبعا السفينة هادي عندها قصة طويلة حيكتشفها الباروني نفسها بعد 23 عام وصلتهم من تركيا محملة بزي ما قلنا الخرطوش والأسلحة والآخره لأن في الحقيقة صار لهم مقلب كبير المجاهدين مع مليفرن الخرطوش احترق على بكرة أبيه ولم يبقى فيه يعني ما يترجع زي ما يقولوا الليبي ما فيش ما تصلح ومقعج في يد المجاهدين إلا ما قدره الكوماندان التركي أنا ذاك قبل طبعا معاهد الوشيليزان غير خمسة طلقات لكل مجاهد زي ما يحكي الباروني نفسها والناس خافت وتبقى تستسلم المهم القصة والمغامرة كبيرة هنا أحكاها الباروني بالتفصيل الممول في كتابها تاريخ الحرب في طرابس الغرب المهم لما كان هو غادي في نواحي العسة يراجي في الحمولة باش ينزلها جاته رسالة من زوارة فخلم كان في العسة خلا فيه الفرسان اللي معاهم المحمودي سوف المحمودي وحرب النايلي لما خش زوارة لقين مجاهدين حقيقة في سيدعلي قاعدين متجهزين في البساتين متاع أهالي المدينة جرنين ولا الحوايز متاع الصيف اللي يدعوا فيه أهل زوارة ومعاهم الفقهاء يتكلموا لموضوع الإفطار في رمضان باش يكونوا هو رمضان ما زال ما خشش ها فباش يكونوا صحاه ويقاوموا العدو والرمضان كان على الأبواب وقفرهم الباروني واختب فيهم خطبة عصماء واقناعهم كلهم بوجوب الإفطار بس مج وجوب الإفطار عليهم هم المجاهدين بس بل حتى على نسائهم اللي هم يوتوا في الماكلة المجاهدين ورجال اللي يخدموا في حاجات تساعد المجاهزين زي مثلا نقل الجرحة زي اللي ينقلوا في الدخيرة ويرعوا في السعي وليديروا في حاجاتها الباب حتى اللي يجمعوا في الحطب رخصهم بالإفطار المهم اقتنعوا كلهم وفعلا صار زي ما قال لهم الباروني الطليان جاهزوا باش يجاهوا يهاجموهم تاني يوم رمضان طبعا هم الطليان في رأسهم إن المجاهدين حيكونوا صايمين وتعبين وراقدين في هدايك الفجر عليه الثلاث هديك أو الهضبة فحلي طبعا زي ما نقول لها ثلاث بلا مزيغية متع سيد علي وصار فيه ضرب قوي ولكن للأسف سرعانا محتل العدو ورفع فوق هرايته هنا كان طبعا زي ما قلنا مرة أخرى فارق كبير في العدد والعدة مرة تانية وإلا ما كانت يعني الحرب كانت بشكل لا يوصف طبعا كان مرة أخرى القائد العام في هدي سلطان بن شعبان واللي لازم ننبه أن أبوها عبد الله بن شعبان هادنا الطليان وسلم لهم قبل هذه المعارك طبعا بن شعبان الأب شب نقول لكم كان تاجر كبير هلبة قزي بجديات قبضاي يعني بمعنى في هدايك الوقت تخيل أراضي تجارة تجارة أسلحة تجارة مع طرابلس في عهد الأتراك وفي تونس كذلك المهم شاه بندر زي ما يقوله كان يخدم عنده الشيخ النايلي اللي اذكرناه قبل شوية اللي وله معاون كبير للبروني اللي هو الشيخ حرب كان هذا في الحبس مع البروني في قلعة طرابلس هي من العثمانيين لما هونا البروني شدوه وبانت في الفيلم ما بينوش شي هذا كان له دور كبير مفروض كانوا بينوه المهم طلعه بن شعبان بفدية كبيرة والبروني طلع بعفو من سلطان عبد الحمين آه باش ما ننساس باش من الحاجات اللي صارت ان البروني كان يشكر ويمدح في نساء زوارة في هذه المعركة متح سيد علي اللي يحضرها لفترة بسيطة وكيف ما كانوش يخافوا من المدفع اللي كان يضرب بحدهم وكانوا يوصلوا في الأمية للمجاهدين المتحصنين وراء الكثبان في الجهة الشرقية كان البروني معاهم وكان احضر هذا المشهد متع النساء البروني نكت طبعا علي لكنتهم لما يتكلموا أو يقولوا كلمات بالعربي في كتابها تاريخ الحرفي طرابس الحرف طبعا البروني كان صاحب نكترة ودعابة ولكن جدي وقت الجد طبعا بس كان مرح جدا زي ما نقل عنه صديقه المقرب أبو اليقضان بعض النكت وبعض الطرف لما كان زارهم في تونس طبعا للتاريخ بس يعني نذكر هذه الأشياء لأن هذه الأشياء مهمة لما بتدير فيلم على شخص لازم تبين هذه الأشياء فيه باش تطوري صورته الحقيقية قلنا البروني يراه كان صاحب نكتة هذه حقيقة لا يجهلها الكثيرون اللي هم قرأوا بعمق كتابات البروني وكان جدي طبعا في وقت الجد وكان صاحب كلمة متفور آخرين على ايتي حال هداك اليوم اتكلم البروني كذلك في هديك المعركة بعدما اتكلم عليه شجاعة نساء زوارة اتكلم عليه نجزة جد وهذا التاريخ لازم تقال لمجاهدي زوارة من مجاهدي العجيلات فمجاهدي العجيلات في آخر النهار جو وجو بالخيل متاعهم وجو بسرعة وكان في يعني حسما يصور فيها البروني غبرة هلبة وكان في جو وهاجموا الطليان من الجهة الشرقية وهذه العملية خلت الطليان يتقاقروا يوخروا التالي باش عاونت المجاهدين للدخول في المعركة عفوا في الميدان لإسعاف الجرحة ودفن الشهداء وكان هذا بعد زي ما يقولوني آخر نهار لما حقيقة ندهش الجميع وكان هذا من الجهة الشرقية طبعا وين كان متحصن البروني مع المجاهدين خلف الكتبان خوفا من مدافع العدو البروني في آخر نهار طبعا في ذاك اليوم خل المجاهدين ومشي لمنطقة قريبة للعسة يستنى في الدخيلة اللي يجيه أصلا علي خاطرها هنيه اللي بنقول لكم بس أنا مذكرتش من قبل هذه النقطة لأن البروني كان دوره جدا جدا صغير هنيه مش زي ما ذكرت وانا معركة الهاني أو اللحظات اللي حصلت بعدها في الحلقات اللي فاترة ولكن معلناش أو ذكرنا هذه الأجزاء اللي حضرها البروني في معركة تدعلي جيه أصلا زي ما قلنا المهم جيه على أصلا على الخاطر الدخيرة من اللي نزلت من السفينة هادي بعيدة على أيون الطليان والطليان كانوا مشغولين في الحرب في الجهة الثانية ف و قصتها طويلة للباخرة هادي مش هذا وقتها بس يعني كان حقيقة البروني بنفكي الفرنسيس من جهة اللي هما عن طريق جواسيسهم من توانس اللي كانوا يظهر انهم هما تجار وبين السفن البحرية الايطالية اللي كانت تراقب السواحل لكن استطاع بقدرة قادر البروني ان هو يدخل مش هو طبعا الربانمتاع السفينة يدخل هذه الاسلحة ووصلها لعند البروني والبروني ووصلها للمجاهدين ووصلوها بعدين لجبل حاجة حبيت كذلك يعني يعني غير بنقول لكم اراه احيانا لو جاوزنا شيء جاوزناه لغرض او لسبب مقنع يعني مش هيك وخلاص حاجة حبيت نرجع لها ايضا اليوم واسامحوني لاني والله اغلب الاشياء الدفاع من الداكرة حبيت نرجع لها ايضا اليوم رجعت القوائم تاع اللي مشوا مع البروني وقرروا الحرب وثيقة تثبت في اسماء اللي قرروا خوض غمار المقاومة معاه ولم نذكرهم امس لانهم مش كلهم انتقلوا للجبل معاه وهم هنا وحبيت بس انصححها وهذه غلطة مني وسامحوني البروني طبعا مذكور في القائمة البروني قائل مجاهدي لواء الجبل سوف رئيس المحميد من لواء الجبل رؤساء ومجاهدي اللواء وفي مقدمتهم رؤساء الزنتان كافة واني قلت امس جزء من الزنتان وهذه غلطة مني الزنتان كلها بكل رؤساءها كانت التحقت بالبروني الرجبان هم اللي كانوا جزء منهم وزي ما قلت كل عيان الزنتان كانوا معاه وجزء من الرجبان ومازال فيه تصحيح آخر الشيخ ورئيس أولاد بوسيف ولمشاشية من لواء الجبل وعبد النبي بالخير رئيس مجاهدي قضاء ورفلة والشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي ورؤساء مجاهدي لواء في الزين كذلك وعبد الطيف النعاس وبعض اعيان صرمان والشيخ الازهري من بلدان الساحل والشيخ عبد الله بن فضل ومدير العلالقة وعيانهم من قضاء العجيلات الساحل وكذلك رئيس النوائي الحرب هذا اللي تكلمنا عليه قبل شوية اللي نحبسه الباروني في يمات العثمانيين من قضاء زوائر يقصد به طبعا النوائل بعض رؤساء قضاء الزاوية الساحل طبعا الزاوية ذكرناهم آمس والشيخ أحمد السني شيخ زاوية السنوسيين في مزدة وشيخ الصيعان وقضاء الجوش كذلك كان معاه وبعض أعيان مصرطة من ضمن الموقعين حسب الشيخ أبو اليقضان وني ملقيتهاش في الوطائق للأمانة ولكن تكره أبو اليقضان مديرية كيكلا وني شخصيا زي ما قلت لكم ملقيتهاش ولكن تكره أبو اليقضان وتبتها في كتابه المهم يعني رأى وجلة من يخطئ والإنسان غالباً عندما يعتمد على الذاكرة تصير فيه هذه الأخطاء وني رأى بداية نخرف الحقيقة بداية نكبر به خلي نولي علي حاجة تانية مهمة حبيت نبهكم عليها وهي مش آمسة ونا تكلمنا عليه المجاهدين ومش كل الليبيين ملائكة ومش كل الطليان شياطين أو النصارى شياطين البارون يتكلم مثلا من ضمن الصارى اللي كانوا يخدموا في صف المجاهدين يضموا يعني يضمضوا في جراح الجرحة ويعونوا فيهم إلى خريه اتكلم عليه بعد توقف فوانا الهدنة واستسلم التام لبعض المجاهدين للطليان من غير أي شرط وبعضهم أعلن الهدنة في فرق وانا بين الهدنة والاستسلام والحق لبعض يقال يعني أن لبعضهم أعذار مقبولة حنجوها في وقتها بعد معاهد أوجي لوزان قعد مع المجاهدين الليبين طبيب إنجليزي اسمه ديكسن جانسن مع الصليب الأحمر هذاك الوقت وشكره الباروني بصفة شخصية وعاون المجاهدين وطبب الجرحة وقعد معهم كذلك يعني للأمانة قعد معهم العوروبي الحقير شكيب أرسلان طبعا أن تستغربوا في كلامي نقول عليه عوروبي حقير لأن الباروني حقيقة نكتب عليها أربعة صفاحات يفضح فيه لما كان يتبرأ من الجهاد في ليبيا وإلى آخره ويدعم في الفرنسيس وغيرهم والباروني يفضح فيه كيف استغل الحرب وهنا منها أرباح هلبة وكان عنده يخدم في كل الأطراف من ضمن الفرنسيس وتكلم عن ثربتها الهايلة وبيوتها في أوروبا في العواصم الأوروبية زي ألمانيا زي أظني سويسرا وغيرها طبعا شفكيب أرسنال هذا صديق حميم كان يتابع وفينا حد من الجزائر لمصالي الحاج وهو اللي جاب مصالي الحاج وقنع بشير جع للجزائر وقصته طويلة معاه صاحب ضعوة الأوروبية في الجزائر كذلك وهو مصالي الحاج كذلك متزوج فرنسية وكان مقيم في سويسرا لما كان مجاهدي الأوراس والقبائل في الثغور يحاربوا في الفرنسيس عليتي حال ما علينا غضوة نديروا حلقة جديدة ونرجعوا لمعركة جندوبة اللي كان من المفترض نديروها اليوم ونفصلوا فيها هلبة لأهميتها طبعا وسمحوني طبعا طولت عليكم وهذه الرجعة على خاطر عيون أحبابنا واصحابنا اللي طلبوا منا نحن نرجعوا خطوة للوراء وانتحدثوا عن هذه الأشياء وزي ما قلت دورة البرونية مذكرتاش في المرة الأولى ولم تذكر في المسلسل لأنه كان دورة تانوي جدا في هذا الموضوع نشكركم وإلى حالة